اهلا وسهلا ربنا خليك خليها في البداية كنا نعرف رأي حولك ايه في حفل اختام بطولة كأس الامر الافريقية 2019 الحفلة طبعا جميل جدا في تكنولوجيا وفي اخراج جميل في بهجة وفي اغنية حلوة اولية فيها سالة دنيا شمير غانم اخر حاجة في الحفلة يعني وهذا المزيج بين اختقاطات الدول الافريقية طبعا من ضمنها مصر احنا جزء مهم جدا من القارة الحفلة وقتها محدد من الكاف عشان المباراة النائية الحمد لله انا شايف من الاختام والافتتاح عبدي كان حاجة مميزة جدا في تاريخ الاحتفالات الرياضية المصرية من سنة تمكن ستين بالزبط معاملنا حاجة بالجمال ده ولا فيه اي دولة عاملت حاجة بهذا الجمال ده مجهود الناس اشتغلت وفيه شباب كتير واشتغلوا بقى فترة طويلة فترة طويلة نتبين يعني طبعا الفترة كلها خيارت في سيارة اربع خمس مهور ده حاجة سيارة جدا مشان ايادات فيها معه وشين ممتحب اين الرسالة اللي قدرت تواجيها مصر من خلال تنظيم كاس القومة الافريقية السليم؟ احنا نقدر طبعا يعني ده حاجة مختصرة جدا نقدر نعمل كل حاجة نقدر نبني بلدنا نقدر نعمل بدورة التنظيم دورة ده مش تهلي في تفاصيل كتيرة قوي مش بالسهولة اللي احنا بنتكلم بها دلوقتي كلنا واحنا قدام المايكتابونات والشاشات والحتى بالكتابة في تفاصيل كتيرة الاقامة الاعاشة الاتقالات التأمين 24 فريق 24 ملعب تدريب استادات الدخول والخروج من استادات تنظيمة الكماهير النقل والتكنولوجيا بتاعت النقل التصوير التلفزيوني كل الحاجات دي مهمة جدا وفيها تفاصيل لا تعد يعني ولا تحصل حاجات تفاصيل صوارة كتيرة جدا احنا مش حاسين بالتفاصيل الصوارة اللي احنا بيد عنها لكن طبعا اي واحد موجود في إدارة هذا المشروع المهم حيلاقي في تفاصيل طبعا اوه عارف كويساوي الكتاب المهمة جدا احنا الحمد لله نجحنا وانا ما بقولش نجحنا دي احنا بسعداء في النجاح نتكلم عليه احنا بنقول لأصد المتخابنا كان خرج فاحنا بسعداء النجاح بزر مش حيث خالص اطلاقا روسيا روسيا اللي هي يعني قوة عظمة في الكوكب فخورة وسعيدة بالمتنظيم كاس العالم على أرضها وخرجت من بدي المتخاب بتاعتها فالناش الشعوب والدول في العالم تتمزم بطولات عشان تعرضت تعرضت تقفاتها وحضراتها وتكنوليسيتها وتطورها ومعارك التنمية بتاعتها احنا جزء من ده يعني لو فعلا احنا على فكرة احنا كنا انتقادنا كتير امتتاحات وتنظيم طورات واللي يرجع للتاريخ القريب سيلاقي في انتقادات لبعض الاحتفالات لبعض الطورات لكن هذه الطورة يعني انا شوفته من ايام عياد الشباب في الاسكنات ما فيش حاجة لعمل انتجاه ابدا في مصر طب استاذ حسن شايف نجاح مصر فيه تنظيم بطولة كاس الأمور الأفريقية هيكون نواة ان شاء الله لتنظيم بطولات اكبر في المرحلة الجاية احنا بص يعني انا انسان بحبي جدا ومؤمن ان بلغنا لاجتة فيها ابنت كل يوم يريد معرض السياد معرض مصارح مع مؤتمر صناعي مؤتمر افريقي مؤتمر تنبيه مؤتمر اي حاجة ابنتات كل سنة على مدار العام لان كل يوم على مدار العام رياضة وفن وصفافة ومهرجان سنة ما يريد يعني احنا بص حولنا كذا هنلاقي دول جنبنا بتعمل احنا نفس نعمل ذا فجم ما بتأين لكن عشان نعمل كاس عالم مثلا نفس عارف رئيبين كاس عالم ستة وعشرين هيتعمل خلاص في امريكا كاس عالم ثلاثين هيتعمل في اوروكوي غالبا عشان هي الدولة اللي عملت اول كاس عالم في امريك سنة هيتعمل في اوروكوي ومعها طبعا دولتين شركاء بالتنظيم كاس هيتعمل غالبا مجموعة الدول الشوية هتنظاموا غالبا احنا بنتكلم في ثمانية وثلاثين ياه ليه حد اتماعا يقول لي عام بثمانية وثلاثين ايضا ايضا هوا تمانية وثلاثين وإحنا عايزين كاس عالم نفكر في ثمانية وثلاثين بزبط اليابانيين من سنة الفين كانوا بيقولوا احنا سنة الفين وخمسين هناخد كاس العالم وده في سمينار رسمي بالاتحاد العسجاوي هم الدول الفكر عمر الدولة بقى لاف سنين مش من عمرنا هم عمر الدولة مجموعة اكيال متدالية احنا بنشتغل عشان نفسنا ولا بنشتغل عشان الاجيال اللي جاية هم يعني حاجات فاحنا لو عايزين ايبنت كبير يبقى بيتكلم بي حاجة بعد سنة ثمانية وثلاثين او سنة ثمانية وثلاثين هم عايزينها نشتغل عليها من دلوقتي بزبط يعني ده بوضوح يعني على فكرة هم اللي عالم كله بيشتغل لكن احنا عندنا طبعا يبقى بيشتغل كاسب عالم لكرة اليادي سنة واحد وثلاثين اكيد اللي حاجة بطولة مهمة وهو هكاشة البطولات الكبيرة حتى تولى بإذن الله يريد في بطولة افريقيا برضو المؤهلة للأمبياد بطولة افريقيا تحت ثلاثين سنة اه طبعا صح ويريد كمان كاشة السوبر الاوروطي نتحاول نكيبه مرة عندنا طب خلاني نتكلم شوية في النواحي الفنية لبطولة ام افريقيا اه شايف ايه اكبر مفاجآت البطولة يا استاذ حسن اكبر مفاجآت البطولة ثلاثة صغيرة اللي عملت عروض فيها شجاعة وعم وعملت عروض كواسة جدا زي مدغشكر وبنين ونميبيا يعني اه اكيد وكينيا يعني عملوا عروض كواسة جدا فيها هذه الشجاعة ومدغشكر الضولة الثمانية دع انجاز كفيد جدا لكن برضو المفاجآة الكبيرة الاداء كان شديد التنظيم بتاع منتخب الكتائر شديد التنظيم والجماعية لمنتخب الكتائر ما عادة المباراة النهائية المباراة النهائية الهدف المبكر خلال الكتائريين يدفعوا على على الآلة بتاعهم فكان دفاع صعب جدا على السمغال يعني السمغال بالمهارات التي فيها الفرص اللي جاءتها قليلا جدا في عزي المباراة رغم الاستحواز الكثير وده يحسب للجزائرين طبعا لكن للجزائرين في المباراة اللي فادت كلها من اول مباراة لغاية قبل النهائي بلعابوا تفاعوا بجماعية واضحة جدا وشديدة تعطيب ومتدربين عليها كبير جدا والقيادة بتاعة الكابتن جمال بالمهار طبعا انا بتكلم على الرياضة وعلى الملعب اللي أنا شوفت بجلس الكلام بجلس الكلام داي حاجة تاني لان الرياضة هي ماته في الميني لو كلمنا عن نسخة 2019 هي اول نسخة تضم 24 منتخب شايف من الافضل لبطولة امم افريكان كون 24 منتخب ولا 16 منتخب زي كل النسخ السابقة كاس امم اسيا 24 كان لفات او يعني مطلع السنة دي يناير 2019 في امارات كاس العالم كان 13 كان 20 كان 8 كان 24 كان 32 وحيبقى 48 الاتجاه في كل البطولات القرية والعالمية انه يبقى العدد الكبير بتاع المنتخبات ده الأسباب نشر اللعبة ونتيجة اهتمام الشعوب كلها بيها وكمان جانب اقتصادي ومالي فعايز تعمل ارباح من المسابقات دي فزيادة الفرق بيعمل زيادة في الارباح الاقتصادية والاقتصاد ده مهم جدا من الصناعة طاعة الكورة في العالم كل شيء طبيعي من ناحية الفنية الفرق الصغيرة بتعمل ساعة انفاجآت الانفاجآت فيها أسارة لكن غالبا في النهاية اللي بيكسب البطولات الكبيرة كل البطولات من طوبة امريكا لغير آسيا والأفراقية والكاس العالم الفرق والانتخبات الكبيرة ممكن تحصل طفرة لكن الطفرة دي حاجة يعني بمعناها الحقيقي هي طفرة حاجة مش مش بتحصل كتير يعني إنما يعني مدغسل مش تاخد كاس الأمام الفرق الصغيرة ما كانش عادخودها يعني أخذها منتخب كان كبير أو اللعب بأداء كبير يعني وكان فيه منتخبات كبيرة طبعا ما هي ناجيريا والكاميرون وسحل العق والسنغال وتونس منتخبات كبيرة ومصر منتخب كبير رغم الخروج المبكر يعني هايبتل منتخب مصر منتخب كبير على ذكر بقى منتخب مصر شايف إيه دروس المستفادة اللي ممكن منتخب مصر يستفيد من أكل هذه البطولة بص اللي احنا اخذنا دروس كبير قوي يعني اش عايزة احترر لك الدروس اللي احنا اخذناها على مدينة لكن أهم درس أنا شايفه ولازم نشوف احنا خرجنا ايه احنا ليه المتبايات السرعة والمتحام والدهد البدني بيقل في المبارات مع الأفرق وبالتالي هيب العالم ان احنا شوفنا ده في كاس العالم احنا ليه جهدنا البدني بيقل اه دي مشكلة هذا الجهد البدني والقوة في الاتحامات شو بقول العنب دا القوة في الاتحامات احنا بنخسر استباقات دي في المعظم المبارات دلوقتي على مستوى الاندية وعلى مستوى المتخم فلازم نفكر بايه هي المشكلة دي ونعالجها الزاق ده أولا أجاري وإعداد سيء وكل الحاجات اللي احنا عارفينها واتكلمنا فيها اختيارات سيئة طبعا خطوات حاجة فيه مشكلة طبعا عندنا مشكلة جهد البدني بالمناسبة اختيار سيئة عدام قديورة كان سبب البطول مش تديد على جمال بالماضي قبل البطولة لو لعب نوتين جهان فرس انه ما بلعبش في فريول انجليز ده كان اختيار عشان نبيل بن طالب اللاعب سالكا الألماني الأساسي اللي بلعب في الملكة كان أصيب وهو جمال بالماضي يخترى عدلان قديورة لكن عدلان قديورة لما لعب مع منتخب الجزائر كل الصحافة الجزائرية بصمت بالعشرة على اختيار جمال بالماضي احيانا بيبا فيه نفض من الصحافة عشان لعبها ما بتلعبش كان ديتها واحيانا النفض ده بيبود طعيح لأن الناتج بتاع عز اللاعب أو غيره ما بيكون شي زي الناتج اللي أقدمه عدلان قديورة فهنا عايزون أن مشكلة الصحافة والعلاقات للمنتخبات مشكلة أجلية ودائمة ومستمدة بمدد الدول لكن الناتج ايه للأسف في حالة انتخابنا ثابت أن كل وجهة نظر أنه قادر ياضيين والمحللين فيما يتعلق باختيارات أجل والإعداد للبطولة كان صائدا كان صحيحا وهو كان فيه دافع بوجهة نظر مش مخنعة الحقيقة دي حقيقة عايزة أتكلم عن جمال بن ماضي المدير الفني المنتخب الجزائري ترجمة نانسي قنقر